سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد وارهن بيكم فيديو جديد فيديو النهاردة فيديو اتسناء شوية لان انا جاي اقول لك على طريقة ان انت ازاي تقدر ترفع الفيديوهات على اليوتيوب بجودة عالية زي ما انها يعني زي ما هي طلع من الكاميرا اللي انت بتصور بها بالزبط يعني افتراضا انت بتصور بكاميرا تليفون بتصور بكاميرا الكمبيوتر اللي هي كاميرا دي اس الار كاميرا فور كي وغيره فانت لما بتصدر الفيديو بتاعك على يعني برنامج المونتاج وبتعمل المونتاج وكل حاجة بتشوف الجودة بتاعت الفيديو عندك على الكمبيوتر خرافية سينماتيك تجي ترفع على اليوتيوب تلاقي اتحول تبط بلدي فانا بقى في الفيديو ده جاي ولكن انت ازاي تقدر ترفع الفيديو زي ما طلع من الكاميرا بالزبط حتى لو كاميرا بتاعتك الف تمانين زي حالاتي لان انا الكاميرا بتاعتي بتصور الف تمانين فول ولكن الاول انا كنت بتطرر يعني بتطر ان انا اخلك يعني الفيديو بتاعي يتصدر عشان احافظ على نفس الجودة ونفس ولكن انت مش محتاج تعمل ده دلوقتي. هقول لك على طريقة حرفيا انا بيت باستخدمها في كل فيديوهاتي عشان كده انا هجيت بقى حبيت ان انا قديك الطريقة دي اللي انا باستخدمها النفسي على طبق من دهب. ويلا بقى يعني يلا بقى دلوقتي للشرح وقبل اي شيء يا شباب اتمنى ان تشتركوا في القناة تعملوا لايك للفيديو واهم من كل شيء تنضم القناتنا على تليجرام مهم جدا ان انتوا تضموا على قناتنا على تليجرام مش محتاج منكم اكتر من كده. لايك واشتراك في القناة وكمان تعمل اه انضمام لقناتنا على تليجرام لان ده طريقة اللي انا بسألكم فيها بقى انتوا حابين ايه الفيديو الجاية والكلام ده كله تمام? وادعوا لفلسطين يا شباب ان شاء الله بالناصر الناصر قريب جدا وان شاء الله ربنا انت من خنازير الاحتلال ما تنسوش الدعوات ويا الله بينا بقى دلوقتي للشرح. اول حاجة يا سيدي ده دلوقتي زي ما انت شايف ان ده عندي برنامج تمام? زي ما انت شايف. اه ضبطت فيديوهاتك عملت الفيديو بتاعك منتشت ضبطت كل شيء كله حلو وتمام في السليم حلو قوي. دلوقتي بقى انت هتعمل او تصدير للفيديو بتاعك. فانا يعني هتكلم بقى من النقطة دي. هتروح هنا عندك على اللي هو الرندر او المونتاج وفضل ان انت تكون بتستخدم اخر اصدار من برنامج اه ادوبي بيريمير. هتروح هنا يا سيدي عندك في ميديا فايل. هنا طبعا انت تختار في بتاعك الفيديو بتاعك. انت عارفه. يعني انت بتختار الفيديو بتاعك بتحط فين? في الديسكتوب او جيرو. تمام? وبتسمي اسم الفيديو بتاعك. انا هتخطى النقطة دي. هنا بقى انت مش هتعدل في اي حاجة في النقطة دي. اللي هو الستنج دي هتسبه خالص. هنروح بقى هنا عنده اهم حاجة بس يكون الفورمات اللي هو اتش متين اربعة وستين. اللي هو العادي او يعني اه اللي هو الافتراضي. تمام? نروح بقى هنا عندنا على فيديو. زي ما تشايف. فيديو نفتحها. لو قسم بتاع فيديو. هنزل عندي تحت. تمام? هلاقي ايه عندي في الخيارات دي. رندر اه اه اللي هو الرندر اه ماكسيمون اه تيب. فروح جاي عليه محدده. نفس الشي يوز ماكسيمون زي ما انت شايف. او ما حدد على الاتنين دول. التالي ده ما حددش عليه اللي هو ما حددش عليه ما تجيش جنبه. فقط يعني لو انت جيت حددت عليه يعني هيتحول ابيض. لان ده لي نزام اخر اللي هو نزام الالفة. لو انت حابب ان انت تصدر حاجة من كرة خلفية. فلزلك دي ان شاء الله هشرحها قريب. ولكن انت تقدر تعمل ده. تمام? انت تقدر اتحدى على الخيارين دول في الفيديو. اللي هو تمام? واللي هو اللي اتنين دول. بعد ما خلصت تقوم نازل تحت. هتيجي هنا عندك على الاتش دي ار جرافيك. بالمنظر ده تقوم جاي محدد عندك على تلتمية. طيب ده مش هتشتغل معك. يعني دي مش هتشوف تأثيرها قوي لو الكاميرا بتاعتك ما بتدعمش الاتش ار. او الاتش دي ار. يعني لو الكاميرا بتاعتك بتدعم عن الاتش دي ار. هتلاقي عندك بص الموضوع عندك ممتاز. لو الكاميرا بتاعتك ما بتدعمش الاتش دي ار. هتلاقي تأثير لها يعني ان الكاميرا بتاعتي ما بتدعمش اله دي ار لذلك انا بشوف تأثيرها بسيط ولكن فعال فلذلك انا بضيفها وبخلية تلتمية وبالشكل خاص لو انا في الخلفية عندي فيه الوان زي ما انت شايف يعني فيه الوان لو لون بنفسيجي لون اصفر الكلام ده كله تمام لو انا جيت مسا هنا عندي عالمية هتلاحز اني قلل شوية كواليتي انما جيت عندي على تلتمية هتلاقي ان هو زاد مش عارف ده هيكون ظهر في عندك في الفيديو ولا لا ولكن بيتحس بتأثيره بشكل بسيط انما لو الكاميرا بتاعتك بتدعم اله دي ار فمبروك عليك امعلم تمام هتخلي عندك تلتمية نروح بقى دلوقتي لللي بعده هنا سيدي بص عندك هنا في البيتريت سيتنج في خيارين عندك ال سي بي ار وعندك ال في بي ار بص انا هكون منصف معك هنا عندك ال سي بي ار ده المتعلق بان انت بتعمل بس المباشر فيه ناس بتحب تصدر عليه وبترفع البيتريت لحد الاخر بغض النظر بقى هيطلعك الفيديو كامل وده اللي انا هعمله بشكل عام فلزلك في بعض الناس بيطلع معها الفيديو بكواليتي احسن من الفي بي ار واحيانا في ناس بيطلع الفي بي ار الكواليتي بتاعها احسن من الفي بي ار فالحالتين انا هقول لك جربهم انت يعني بص اسجل الفيديو او لو انت بالفعل عندك فيديو اعمل له رندر على الاتنين وبعد كده رفعهم على اليوتيوب وشوف انا الافضل مع كل الاعدادات لانا تكلمت عنها دي او يعني لانا بتتكلم معنا في الفيديو فلزلك انا على نفسي اختار يعني الفي بي ار لاني انا شايف ان هو بيطلع كواليتي افضل بالنسبة لي بس فيه ناس بتحب ال سي بي ار لانه بشايف انها بيطلع كواليتي افضل بالنسبة لها فانت شوف اني الاحسن من وجهة يعني من عينك انت ونظرتك انت لاني احيانا في بعض يعني الفيديوهات مش متوافقة فهم اصلي فدي نقطة نسبية. حتى بانا تكون فاهم قصدي. فانت زبطها انت بنفسك. يعني انت انا حبيت اكون منصف معك. وانت اختار الاتنين. شوف اني الاحزن معاك. تمام? فانا عن نفس اختاري الفي بي ار وهرفع عندي لحد الخمسين. ده اهم حاجة. تمام زي ما تشايفوز? يعني مش خمسين بس اقصى حاجة. يعني شوف انت عندك اقصى شيء كام ورفعه. بغض النظر بقى. يعني شوف انا رفع ده مثلا عندي لحد خمسين. تمام? ده هيطلع لحجم الفيديو كبير ولكن مش مهم. ده اللي انا محتاجه. رح هنا بقى عندي يا سيدي. على الاوديو. الاوديو ما فيش اي حاجة. تخليه فعلا لانه بيطلع عندك الجودة كويسة. يعني وانت تخلي عندك صوت ستاريو. تمام? طبعا الصوت هتخلي زي ما هو عندك حابة منوتة ترفع لخمسين اتناشر رفعه. ولكن يفضل تخليه افتراض زي ما هو. ما تلعبش في اي حاجة. هنا برضو يعني انت تختار. بس يفضل تخليه برضو تمام? ما فيش اي حاجة تاني يا بص. انا مش حابب ان انت تلعب في اي حاجة تاني. خلي كل حاجة زي ما هي. خلصنا النقطة دي. نيجي هنا عندنا على اكسبورت. هنشوف دلوقتي حجم الفيديو هطلع عامل كام? انا دلوقتي عملت اكسبورت وهنتظر لحد اما يخلص. تمام. كده خلص. دلوقتي بقى نشوف عندي عمل ازاي? فين? 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 هو ده? بص عزي. دلوقتي سلام الله علي. تمام. زي ما تشايف ان ده انا شباب عاملينيه معكم عبداللاطيف. تمام زي ما تشايف ان ده عندي الجودة فعلا طلعة زي ما في الكاميرا بالزبط. هل ما بقى شايف الجودة دي? يعني افتراض ان هي الجودة اللي على الكمبيوتر دي. زي ما انت شايف? لو انا جيت شوفتها هنا عندي على اليوتيوب اللي هو المفروض اساسا اخر فيديو. اللي هو اخر فيديو اللي هو الفيديو ده. زي ما انت شايف. اللي هو الفيديو ده. لو انا جيت شوفت عندي هنا الفيديو ده اللي انا رفعت واخر فيديو هتشوف عندك الكواليتي عامل ازاي? زي ما تشايف بص حرفيا نفس الجودة. يعني ما فيش تقريبا جودة رائحة. يعني ما تلاقيش عندك هنا فيه نويز او حاجة ما فيش عندك هنا في زي ما تشايف نفس الجودة. لو انت جيت بصت بص تقدر هتتعمل مقارنة بين اتنين نفس الجودة. فده الجميل الصراحة في ان انت تقدر تصدر الفيديو بنفس الجودة اللي طلع اصلا من كاميرا بتاعتك من غير ما انت تعمل الفيديو بتاعك اه مسلا اه وتخليه مسلا عندك من الف تمانين لفور كي زي ما انا بعمل الاول. عشان كده تلاحظوا لنا كل فيديوهاتي يعني ما يعني ما بقيتش ارفع الجودة اه فور كي زي ما انا كنت بارفع الاول رغم ان الكاميرا بتاعك ما بتصورش فور كي اصلا ولكن كنت بطر اعمل كده عشان اخلي الجودة تطلع زي ما هي. فده كان الفيديو. تغربه بنفسك وشوف وان شاء الله يكون الفيديو عجبك وشوفكم عن اخير بقى بازنالة الفيديو الجاي. ما انت ستبقى تشترك في قناة وتفعلي الجرس وتعمل لايك للفيديو. وتشترك في قناة التليجرام مهمة جدا جدا جدا. واهلا مع السلام. شوفك بازنالة في الفيديو الجاي.